موسيقى أنت تكون متزن على كل المستويات لأنك أنت تتعامل مع كل المستويات بسكرام كثير مهم وأنا متناولة في منهج السفراء المحدث طبعا اللي هو على وشك يطلع فيه تفاصيل كثيرة المهم أنك أنت هنا خديدة الملخص والترخيص سؤال اللي يطرح نفسه هنا طب شنو موقفنا إحنا حين من أحداث قاعدت تجري مثل أحداث غزل عنك وهو أحداث مش صغير هو أحداث كبير ومؤثر ومؤثر فينا جميعا كبشرين فما هو الموقف أولا كإنساء أوشع على مستوى الترددات أنت متأثر فلعبد أنك تبث ترددات جيدة على مستوى البشرية محوى الموقف هذا يعني موقف بشري إنساني بغض النظر عنك على مستوى أنزل لو نزلت على مستوى أممي عالمي كذا أم هذا يعني مصلحة العالم أننا ما يكون فيه نظام طاغي بهاي الطريقة ومضر للبشر يعني الآن الصحاينة ووجودهم كذا هو مش بش مضر للفلسطيني هو مضر لكل البشر لو نزلنا أعلى مستوى طيب خضيتنا العربية لو نزلنا حتى على مستوى ذاتي كلنا متضررين كل بلداننا مشغولة الآن في الحدث هذا كل ما طيب هذا مؤثر علينا كلنا مؤثر على تنميتنا على قراراتنا على مشاعرنا فبالتالي هو على كل مستويات متأثرين فلازم يكون عندي إحساس أنا كثير مرة تعري مواقف على قدر ما أنا متزن كذا بس يعني أتأثر أبكي وكذا وماذا مشوف طفل الطفل ماعي صراحة يعني الموقف too much too much وكذا ما تشوف طفل وكذا ما تتحملها يعني يعني يصير الموقف يعني مبكي محزن مزعج يعني فالإنسان اللي عنده إحساس هيتأثر يعني طبعا إذا كنت أنت تتأثر كثير المواقف بصراحة يعني كذا وحنجيدها يعني كذا ومش لا يغرك التعنيب اللي يشعرك فيه البعض ويقول لك لا لازم كذا وهذا ولا إخوانك وهذا ولا بشر إذا كنت أنت تتأثر وتنزعج وكذا فما المفروض تضرخ خلايا جسمك ونفسيتك وكذا يعني وبعدين إحنا لو عندنا لو حنا كنا عشرة بشر وفينا واحد متضرر بعدين التسعة كلهم تأثروا وتضرروا طبع شو مصلحتنا يعني فأنا دائما أقول خلك أنت متزن تستطيع تعين الآخرين تعين الآخرين عندي في البيت ساعات يكون كم مرة سؤلت هذا السؤال أنا ألف مرة البيت كلها سلبي وأنا مواجد وكذا فمحافظة على هذا الإيجابي مسألة كثير مهمة شخص هذا الإيجابي من بين ستة في البيت كثير مهم هذا الشخص لأنه هو الآن ممكن يأثر في الستة بسو لو تعيث خلصنا الآن بس ما في مجال للتأثير كلهم راحوا ستين يعني وين ماكو أمل الآن عندي زوج وزوجة واحد من الطرفين سعيد الآخر مو سعيد ولا اثنين هم يتعزون لا واحد سعيد حتى لو كان الآخر مش سعيد واحد صحي الآخر مو صحي طيب واحد صحي أحسن الصحي ممكن يأثر في غير الصحي السعيد ممكن يأثر في غير السعيد بس لو اثنين هم صاروا غير أصحة أو اثنين هم صاروا غير سعداء فقدنا الأمل منها يأثر فيهم فبالتالي يعني هاي المسألة مفهوم ما وحن نجيلها يعني كده بس أول شيء الإحساس موقفنا فيه أحاسس فيه مشاعر موقف ثاني فيه دعم يعني ما أقدر أتوقف تلك أدعم باللي أقدر عليه قد أدعم بموقف قد أدعم بتغريدة قد أدعم بدينار قد أدعم بس لازم أقدم دعم لأنه فيه ضرر واقع وأنا مشارك في البشرية مسألة الثالثة وهذا اللي يهمني وهي مستوى عقلي أنا دائما نحول الموضوع هذا إلى عمل فإحنا مثلا بادرنا أنا شفت شنو اللي ممكن نسويه تبدأ ما أحط فلوس كثيرة وتروح لي كده خلني أحط فلوس بالمكان الصح خلني نحن نشكل الآن وهذا اللي عملنا الآن نشكلنا حاجة سميناها أتلانتس غزة ناس أصدقاء لنا وعاملين في فريقنا من داخل غزة وناس وأصدقاء لنا وعملاء وعاملين في فريقنا من خارج نتعاون مع بعض ونوجد هذولا الاستشاريين أو الكوتشيس أو المدربين ونخليهم يساهمون في أكبر عدد ممكن من الإفادة للمتضررين لأن الآن في تروما وقعت يعني كل أهل غزة الآن تقريبا تقريبا كلهم يعانوا من تروما ففي تروما الآن وفي شيء نسميه بالعلاج النفسي وبالعلم النفس بوست تروماتيك يعني ما بعد الصدمة تظهر كثير المسال متشايفة في الأطفال أكثر لأن غزة ستين في المية منهم أطفال أصلا فهذا طبعا حينشئ لي جيل كثير عنده مشاكل نفسية فلازم التعامل معه فحولنا هذا الكلام قلنا عمل وإحنا أنا أدعو كل شخص مؤهل يعني كان طبيب نفساني أو دكتور نفساني أو مؤهل من قبلنا في الكوتشنج أو في التي أف تي أو في الاسترس منيجمنت أنه يباشر حننزل الإعلام في تويتر ويشترك ولو بيتطوع بسيط يعني جلستين ثلاثة في الأسبوع ماشي بعض ممارسين تي أف تي ممكن يمسك عشر عشرين ثلاثين واحد بجلسة واحدة مع بعض فيذلك هذا مثلا تحويل الموضوع إلى عمل كم المفروض يأخذ منك هذا الموضوع إذا كنت من خارج قزة المفروض يأخذ منك من خمسة إلى أقصى شيء عشرين في المئة من خمسة في المئة إلى عشرين في المئة قد يكون مؤقت الخمسة في المئة بعدين تخفضها لأنك أنت بس أنت بشكل عام مفروض يكون عندك عشرين في المئة عطاء إحساس دعم عمل تعطيلي البشر بشكل عام والأحداث التي تمرك والثمانين في المئة الأخرى ثمانين في المئة عيش حياتك أنت يعيش حياتك ومارس رسالتك ودورك فأنت أكيد أكيد مو جاي دورك يعني قصد كل البشر وأن كان بعضهم لهم هذا الدور مش جاي عشان تنقذ شعب وتنقذ ناس وتنقذ مظلوم وأن كان بعضهم رسالتك كذا بس الغالبية مو جدي ليس كذلك فثمانين في المئة عيش حياتك يعني من ثمانين إلى تسعين في المئة عادي عيش حياتك يعني إيش يعني عندك اهتمام في نفسك في ذاتك في الاهتماماتك عندك تطوير مستمر عندك بحجة وسعادة ما يسير ما تقدر تطالع الأخبار طول الوقت طول الوقت وتشعر بالانزعاج وتشعر ما يسير يعني هذا أنت الآن قاعد تفرط بحياتك قاعد تفرط برسالتك تعنيبه وكذا فذلك اهتمام تطوير بحجة موقف آخر هذا في الحقيقة رأيي أوكي أنت منت ملزوم تأخذ بهذا الرأي بس أنا شخصيا لا أدعم حربا ولا أدعم سلاحا لأي غرض أو سبب كان يعني بلدي لكويت لو تعرضت أنا ما أشارك في مقاومة عسكرية أوكي ما أشارك في الدواء بس لكن أشارك في مقاومة مدنية أوكي لكن أنا ما أدعم حرب ولا سلاح على الأقل حاليا يعني أنا ما أدي موضوع حاليا حتى هذا في تحت خطين مفظوما أبديا يعني بس لا تدعم حربا إذا كنت أنت تدعم حربا وتدعم سلاح أنت أكيد نزلت إلى مستويات أدنى من المستويات العالية فأنت ما عد تتكلم لا على مستوى الترددات لأن الحرب معناته فقدان تردد صحيح ولا عد تتكلم على المستوى البشري ما عد لأنك أنت بالنهاية حتقت البشر مهما يكون أو حتساهم في قتل البشر أنت أرد أخليت بالقاعدة هذه ولا حتى على مستوى أممي لأنك أنت قاعد تربك سلام عالمي لكن قد تكون أنت على مستوى قومي أوكي وتحت فأنت تتعامل مع بهذه الطريقة فأنا ما أشجع أن الشخص حتى يدفع فلس واحد لحرب ولا يدفعها أبدا لا من المدفع ولا لقنبلة ولا لسلاح ولا لجيش ولا لعتاد ولا كذا أبدا لقن يساهم يساهم ويدعم وكذا فإذا كنت تتأكد أن أموالك مش رايح أبيد المتطرفين اللي هنا يعني يجمعونها أو المتدينين بشكل عام لا تحطها أبيد مثلا حطيتها أبيد الهلال الأحمر ما حيوديها لمقاومة الهلال الأحمر معروفة أغراضة وكذا فحتروح لمكان صحيح على كل هذا هذا توجه أنا كذا وأرى أنه هذا التوجه السليم في هذه المسائل طب تقول من يدعم لا تخاف وكي هناك ناس شغارة تدعم بالمليارات وكي لكن هنا قليلين جدا مسألة أيضا مرتبطة في هذا الموضوع قبل ما أتكلم في الجزء الأخير عن المستقبل هي مسألة أنها تنتابك مشاعر فإذا انتابتك مشاعر التأنيب حول مشاعر التأنيب إلى عمل إذا انتابتك مشاعر الخوف فحول مشاعر الخوف إلى حب إذا انتابتك مشاعر القلق فحول مشاعر القلق إلى توازن أنت تبي تعمل حب وتوازن عمل حب وتوازن تتغلب على التأنيب تتغلب على القلق وتتغلب على الخوف يعني بعض الناس عندها تأنيب مستمر حتى لو يكون فلسطيني وعايش برة فيحس أنه متأنب يعني هو سعيد بس طب أهلي داخل فلسطين مش سوعد لا تتأنب اقلب هذا التأنيب إلى عمل سو نشاط سو كدك وبعدين روح 80% حياتك أو سوري عايش كده يشعر بالتأنيب كده لا تشعر بالتأنيب يعني أنت هم طلعت وهم رحت أو راح أبوك أو جدك أو كده وأنت لالحين عايش بالبعد هذا لكن تبقى في الصلة في الرابط الإنساني بشكل عام غير القومي يعني أيضا فأنت تعمل وتتعامل مع الحب وتتعامل مع الاتزان نكتوزن نفسك كلنا محتاجين بالذات في ظل الظروف القاسية يكون عندنا توازن في حياتنا فأنا أبيك عادي أنك أنت تغني أو كي أنك أنت تسعد أنك أنت تطالع مسرحية فكاهية مضحكة أنك تتابع شي جميل كده أنك أنت ترقص أنك أنت تعزف أنك لا تشعر بالتأنيب أنك أنت تسوي هالأشياء الجميلة أنك تشرب شايك تشرب قهوتك بمزاج بكده بلطف وكده أنك توادد طرفك الآخر أنك هذه كلها في الحقيقة بالعكس تعطي التوازن هذا الشخص المتوازن لما يعطي يعطي صح يعطي حب يعطي سلام يعطي عمل صحيح متزن ما يعطي تأنيب خوف قلق من كي دي هو منطر يعطي من كده هو منطر لا فإذلك تغلب موقفك في إحساس في دعم في عمل في حب في توازن اشتركوا في القناة